الشعب هناك لقدة من القانون الانتخابي وهناك المحاسبة بطبيعة الحال في انتظار الإعلان الرسمي سعيد جتاز اختبار الدستور ويستعد للخطوة التالية قانون الانتخابات بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي السوداني ينتظر موقف الصدر وضغوط على الأكراد لتسمية الرئيس تسريب البحير سقطة أخرى للإخوان تكشف أسباب انقسام الجماعة وانهيارها أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين ونبدأها من تونس التي شهدت مشهدا احتفاليا بالاستفتاء على الدستور الجديد وبانتظار النتائج التي ستعلنها هيئة الانتخابات اليوم نقف قليلا أمام مشهد الاحتفالات والحاجة التي تبشر اليوم الناس التي نتبع في الانتخابات هنا من عام 80 اليوم اللي في السخانة متاع اليوم وفي التقس متاع اليوم لفما لمال سياسي اللي تمشيته وخمسين الف لا عشر الف لا عدش الناس اللي مشيت وسيركت أنا ما انتخبتوش قاية سعيد راهم أما اليوم في الاستفتاء مشيت بيش ندعمه على خاطر أنا مع النظام الرئيسي الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية قالت إن نسبة التصويت في الاستفتاء تجاوزت 27% مشيرة إلى أن عمليات الاقتراع جرت بشكل سلس ودون تسجيل أي خرقات ترجمة نانتخابات التونسية من المستجرين اختياري للمستجرين أخينا الأكبر ترسلية النسبة في 27.54 مليا من عموم السجيل الاتتخابي من اخبينا من ناشرين اختياري لهم بحق دون سعرانيون وأيضا 2.30 مليون من المستجرين وهي كما قد هي نسلة تقريبية دنيا خابلة للارتكاء واستباقا للإعلان الرسمي عن النتائج أظهر استطلاع أجرته مؤسسة سيجما كونسي وبثت نتائجه عبر التلفزيون الرسمي الناخبين في الاستفتاء وافقوا بنسبة 92% على الدستور الجديد واعتبر المركز أن تجاوز الـ 20% من نسبة المشاركة يمكن اعتباره نتيجة جيدة مع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة حسب ما إلى ما أقل من 40% من العاصمة التونسية نضم لنا الصحفي إبراهيم بوغانمي إبراهيم أهلا بك كنا ننتظر أو بتوقيت السادسة بتوقيت تونس هناك إعلان رسمي للنتائج هل تغيرت أو بعد السادسة لا ندري هل هناك تغير في هذه التوقيت مرحبا لم يصلنا أي معلومة حول تغيير هي السادسة بتوقيت تونس تونس يعني الخامس بتوقيت لكن يتوقع أنه سيكون هناك بعض التأخير ربما نصف ساعة أو ساعة على العموم في انتظار أنه يتم الإعلان الرسمي لدينا بعض المعطيات حول النتائج الجزئية لو سمحت أعطيك بعض الأرقام مثلا في محافظة التطوين وهي في أقصى الجنوب التونسي وهي محافظة متاخمة لليبيا الشقيقة نسبة الذين سوتوا بنعم تجاوزت التسعين بالمئة غير بعيد في الجنوب الغربي محافظة التوزر وهي المحافظة التي نشأ بها الشاعر الكبير بالقاسم الشابي التسعين بالمئة من المقترعين قالوا نعم للدستور الجديد بمحادثها قفصة محافظة شهيرة جدا معروفة في تونس وهي محافظة الحوض المنجمي والتي عانى سكانها من قمع بوليس الرئيس الأسبق بن علي وهي التي شهدت أحداث الحوض المنجمي الشهيرة وهي مدينة الفصفات وهي مدينة مناظلة وذات طابع يساري نقابي في قفصة 95% قالوا نعم للدستور الجديد في كبلي كذلك هي مدينة بالجنوب التونسي أكثر من 94% قالوا نعم للدستور الجديد في الكاف وهي محافظة متاخمة للحدود الجزائرية في الشمال الغربي التونسي وهي تعرضت أو عانت في سنوات العشر الماضية من عمليات إرهابية وإن كانت متفرقة أكثر من 94% من السكان من المقترعين قالوا نعم للدستور الجديد في الجسرين الوسط الغربي هذه التي تحوي سلسلة جبال الشعامبي وجبال السمامة والتي شهدت أحداثا إرهابية دامية خلال العشر سنوات الأخيرة وهي منطقة مهمشة وهي البحافظة التي أغلقت بعض مكاتب الاقتراع فيها يوم أمس على الساعة السادسة مساء لتفهموا أن هذا الموعد كان لدواعا أمنية هذه المنطقة غير مؤمنة إلى اليوم من الإرهاب وتقع تحت السفوح الجبال حيث يعشش الإرهاب هذه المحافظة قالت 95% من المقترعين فيها نعم للدستور الجديد دول القطع مع الدستور 2014 في المهدية وهي محافظة تقع على الساحل التونسي أكثر من 94% قالوا نعم للدستور الجديد وفي جابس وهي محافظة تقع في الجنوب التونسي على علاقة بقفصة بالحوض المنجمي لأنه عندما ينقل الفصفات من قفصة ينقل إلى جابس للغسيل ثم لنقله ولتصديره وهي كذلك تعاني كثيرا من التهميش رغم أن الفصفات يمر عبر أراضيها أكثر من 94% في جابس قالوا نعم للدستور الجديد يعني إلى حد الآن نحن عندنا تقريبا ثماني محافظات يعني ثلث محافظات المحافظة التونسية بدأت تتوضح الرؤية أكثر من 90% قالوا نعم إلى حد الآن للدستور الجديد هذه المعطيات الأولية هي رسمية بعد التجميع وبعد الفرز وبعد عمليات العد المضاعفة يعني يدويا إبراهيم يتبقى نسبة الإقبال يعني إلى حد ما صحيح 27% نسبة يعني ستكون رسمية حينما تعلن لكن ماذا يقال عن نسبة الإقبال يعني يعني المحافظات التي ذكرتها منذ قليل نسبة الإقبال حسب ما عينته يعني كلها تتجاوز 30% ولكنها لم تبلغ الأربعين بالمئة 31-32-33% هي نسبة الإقبال على الاقتراع وهي نسبة لو قمنا بعملية مقارنة بسيطة بينها وبين مثلا انتخابات 2019 ليست بعيدة عن هذه النسبة هناك معلومة قالها مدير سيجما كونسي الذي قدم التخمينات الأولية أو التقديرات الأولية للانتخابات قال اليوم في تصريح إذاعي قال إن شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد ربما قلت ولكن الأهم من أنها قلت أو تقلصت بين الاستفتاء أن نوعية المناصرين لقيس سعيد اختلفوا من حيث الشريحة العمرية وكذلك من حيث الانتماءات السياسية وتوقع أن المرحلة القادمة بعد الاستفتاء سيكون مشهد فيها خال تقريبا أو شبه خالي من التنظيمات السياسية ومن الأحزاب السياسية وتحدث حتى عن المجلس النيابي القادم وقال أنه سيضم مستقلين كثر هم من المساندين والمناصرين لقيس سعيد إلى جانب ربما حزب أو حزبين من الناشطين حاليا والمعروفين والذين لديهم شعبية يعني هناك تغيرات كبيرة الاستفتاء طبعا لن يقف عند نتيجة أو عند نسب ستكون له تدعيات كبيرة على المشهد السياسي التونسي وما يترتب بعد الاستفتاء إبراهيم سيكون على رسم الخارطة السياسية في الإنسان شكرا جزيلا لإبراهيم بوغانمي الصحفي من تونس شكرا جزيلا لك في تصرحات للحدث قال الرئيس التونسي قيس سعيد قال أن تونس مرت بمرحلة تاريخية جديدة بفضل إرادة شعبها مؤكدا في جولة له في شارع الحبيب بورقيبة الليلة الماضية أنه سيحاسب كل من أجرم في حق التونسيين وقال سعيد أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي وأن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات الرئيس التونسي قدم رسائل طمأنة منها أن كفة الحريات تقريبا منصوص عليها في الدستور الجديد وأن التاريخ لن يعود إلى الوراء ولا مجال للعودة إلى زمن الدكتاتورية وأن الدستور لا يجعل النظام رئاسيا كما يقول المعارضون وأن رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب قد عبرنا مع الشعب التونسي من ظفة اليأس والإحباط والسرقة إلى ظفة أخرى سنحقق فيها أمال الشعب التونسي حتى يسترجع سيادته كاملة وحتى تكون الديمقراطية حقيقية ليست ديمقراطية شكلية كما عاشناها منذ عقود وعقود سيسترجع إن شاء الله الشعب ثرواته ومن أجرم في حق الشعب التونسي لا بد أن يدفع الثمن تبقى القانون ولن نترك أي ملين لمن سطى عليه لأنه أخذها من جيوب هذه الأموال أخذها من جيوب الفقراء والبؤساء سنواصل معنا إن شاء الله بفضل هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين سنواصل بناء تونس حتى تعود تونس كما كانت كما كانت وأفضل مما كان الشعب يطلب بالمحاسبة سيد الرئيس والمرور إلى المرحلة القادمة الشعب هناك لابد من القانون الانتخابي وهناك المحاسبة بطبيعة الحال من حقه أن يطالب من نكل به وما زال ينوي التنكيل به ولكن أن له ذلك في المستقبل في ردود الفعل بين الأحزاب التونسية قال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي قال إن الاستفتاء على مشروع دستور الجديد أنهى بشكل نهائي منظومة الأخوان التي حكمت البلاد طيلة العشرية الماضية مشيرا إلى أن الشعب التونسي نجح بامتياز في التصويت على دستوره التيار الشعبي أكد أن التونسيين حققوا عبورا آمنا للمرحلة القادمة وفي المقابل اعتبرت جبهة الخلاص المحسوبة على النهضة أن دستور 2014 سيبقى المرجعية الشرعية لتونس متهمة الرئيس قيس سعيد بما سمته اغتصاب السلطة وتزوير الإرادة الشعبية ومن جانبه خالص تقييم حزب التيار الديمقراطي لعملية التصويت على استفتاء بأنها فاشلة مشيرا إلى أن نتائجه أثبتت مقاطعة أكثر من 70% من التونسيين له ما الذي يعنيه هذه الخطوة تحديدا وهي تمرير هذا الدستور الذي جاء وسيحمل بصمة الرئيس قيس سعيد وضع الرئيس قيس سعيد مصارى الخامس والعشرين من يوليو ليجهز على منظومة الإخوان في تونس تلك المنظومة التي وصفها الرئيس قيس سعيد بلوبيات حماية الفساد والتي تسببت في صراعات ومشاحنات سياسية وصلت إلى حد العنف داخل البرلمان والانقسام في الشارع التونسي هنا كانت الخطوة الأولى من مشروع الرئيس التونسي باتخاذ تدابير استثنائية منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة طبقا للفصل الثمانين من الدستور التونسي أتبع ذلك فتح ملفات الفساد والإرهاب لحركة النهضة ونظامها السياسي من أول قضية شكر بالعيد وحتى نماء الخطوة الثانية تمثلت في الدستور الذي دار حوله جدل واسع وسط اتهامات من النهضة وحلفائها بتكريس صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما نفه الرئيس سعيد تماما مؤكدا أن حقبة الدكتاتورية ولت دون رجعة وكما استقبل التونسيون الخطوة الأولى والإطاحة بنظام النهضة بالاحتفالات قابلوا إنجاز خطوة الدستور والنتائج الأولية التي تتحدث عن تصويت التونسيين بأكثر من 90% لصالح الدستور الجديد الرئيس سعيد تحدث قبل ساعات عن أن الخطوة الثالثة بعد الدستور هي قانون الانتخابات الذي قال أنه سيغير شكل الانتخابات في تونس مصادر الحدث أكدت أنه بعد الاستفتاء ستدخل تونس في ورشة عمل لإعداد مشاريع مختلفة في النصوص القانونية والترتيبية الواردة في الدستور الجديد ومن أهم القوانين المنتظر صدورها في الأيام القريبة القادمة قانون الانتخابات وقانون آخر هو قانون المحكمة الدستورية وقانون المجالس البلدية والجهوية ومجالس الأقاليم وقانون للقضاء كل هذه الأمور سنواقشها مع ضيفي من تونس المحلل السياسي التونسي أستاذ إبراهيم الوسلاتي أستاذ إبراهيم أهلا بك طيب باقي نقطة في مسألة الدستور أهلا بك وأهلا بكافة المشاهدين والمشاهدات أهلا بك إبراهيم في نقطة النجاح وتمرير الدستور سيمر لكن باقي نسبة الإقبال الدستير لا تمر بالموافقة عليها ولكن تمر بنسبة الإقبال عليها وبالتالي ماذا تتوقع في نسبة الإقبال على تمرير هذا الدستور نسبة الإقبال كانت ضعيفة إن لم أقول ضعيفة جدا تقريبا ثلاثة ونس على أربعة لم يتنقلوا إلى مراكز الاقتراع بالرغم أن اليوم كان طويلا جدا من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا يعني ستة عشر ساعة بالتمام والكمال هذا الدستور كسب الشرعية ولكن تنقصها المشروعية التي يتحدث عنها دائما السيد رئيس الجمهورية ونعرف أن الاستفتاءات عادة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية وغالبا ما تكون نسبة الإقبال عليها تفوق الخمسين في المئة نذكر أنه مثلا في فرنسا في سنة 1962 لما مرر الرئيس أنذاك شاردو جول على الاستفتاء الشعبي العام مشروع قانون يمكن من انتخاب الرئيس بشكل مباشر بالاقتراع المباشر وكان وقف ضده البرلمان فقام بحله وقف ضده مجلس الدولة وقف ضده المجلس الدستوري ولكن نسبة الأقبال كانت مرتفعة جدا نهزة الثمانين بالمئة ونال أكثر من ستين في المئة نعم رفعوا له القبعة الآن نعود لنقول أن الدستور مر ومر وبنسبة أكثر من تسعين في المئة من الذين صوتوا قالوا بأسواتهم قالوا نعم لهذا الدستور وأنها حقبة زمنية من أحلك الحقبات التي مرت بها تونس في تاريخها والتي مكنت حركة النهضة وحركة الإخوان بصفة عامة من التموقع في مفاصل الدولة الآن ماذا ننتظر؟ ننتظر أن رئيس الجمهورية قال سنمر من ظفة إلى ظفة ظفة كانت مليئة بالمآسي نعم ولكن نتمنى أن نمر إلى ظفة تكون فيها الطريق ساركة ومفتوحة أمام الجميع وهذا لنا ما هو مطلوب الآن من رئيس الجمهورية أن ينتهج خطابا جديدا خطابا يجمع لا يكرس يعني الاستقصال ولا يكرس التفرقة ولا يعمق الأزمة لأن هذا الدستور سيطبق على التوانسة سواء من قاطعوه أو من قالوا لا أو من قالوا نعم بالتالي هو الدستور سيؤمن الفترة القادمة وأنت تحدثت من توحين على جمنة من القوانين هي ستكون في شكل مراسيم رئاسية يعتزم رئيس الجمهورية إزدارها في الفترة القادمة وفي مقدمتها القانون الانتخابي نعرف أن رئيس الجمهورية وأنا شخصيا حاورته سنة 2011 كأستاذ قانون دستوري أنا ذاك ونعرف أنه دائما يريد نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين ونظام الاقتراع على الأفراد في دورتين له محاسينه كما له مساوئه من محاسينه مثلا أنه تقريبا يقلص دور الأحزاب وهذا ما صرح به السيد الرئيس الجمهورية ويعطي إمكانية للناخب التونسي أن يختار الشخص الذي يرى أنه فيه كفاءة والذي يمكن أن يمثله ولكن الخوف لهنا أنه نمكن عدد من اللوبيات المتنفذة في المناطق والدوائر الانتخابية أن ترشح من له إمكانيات مالية بالأساس وأن نجد في المجلس النيابي القادم الشخصيات أتعسى مما كانت في المجلس النيابي السابق طيب فيه نقطة سيد إبراهيم أنا أشكرك أنك أشرت لهذه النقاط المتعلقة بشارد جول وبمشروعية الدستير وشرعيتها في نفس الوقت لكن أتحدث هنا على واضح أن الرئيس قيس سعيد لديه نهج وهو فكرة أنه إبعاد أو عدم إعطاء اهتمام لأدر المصطلح الملائم فيما يتعلق بالأحزاب السياسية وأي حياة سياسية في العالم يعني تقوم على فكرة أن يكون هناك دور حزبي ودور مجتمع مدني ودور دولة متمثلة في الدستير والقوانين وغيرها وبالتالي إبعاد الحياة الحزبية أو تهميش الحياة الحزبية في تونس إلى أي حد يمكن أن ينعكس عناداً سياسياً من قبل الأحزاب ضد الرئيس ونعود إلى مناكفة جديدة في تونس مناكفة تتمثل في أحزاب مستبعدة ضد سلطة يسندها الدستور فعلاً يجب التذكير بأن مع الأسف العشرة سنوات الأخيرة عرفنا تخمة من الأحزاب وصلت إلى 240 حزب ولكن فيهم تقريباً خمسة أو ستة أحزاب هي فاعلة من حزب الدستور الحر أو حتى حزب حركة النهضة أو الطيار الديمقراطي إلى غير ذلك من هذه الأحزاب لنها يعني أي ديمقراطية بدون أحزاب لا يمكن أن نجد ديمقراطية وأن نرسي مساراً ديمقراطياً بدون تشريك الأحزاب رئيس الجمهورية في تصريح البارح للحدث العربية من جملة ما قاله يقول هذا سيقلص دور الأحزاب ولكن الأحزاب مضمونة بمقتضاء الدستور وقال أنه لن يلغي الأحزاب لأن هذه الأحزاب مطالبة بمزيد الكد والجد حتى تتمكن من فرض أجندتها ومن فرض خطابها ومن فرض أيضاً يعني معناتها مسارها الطبيعي ولهناء أيضاً ماذا ينتظر الخوف كل الخوف وهذا ما لا أتمنىه شخصياً كمواطن تونسي أن نجد نفسنا في مناكفات جديدة ومتجددة وفي مناكمات بين شرعيتين شرعية الناس الذين لا زالوا يتمسكون بدستور 2014 وشرعية الدستور الجديد أنا في اعتقادي لنا اليوم دستور جديد بالرغم من الهنات ومن يعني المواخذات عليه ولكن هذا الدستور سيبقى نافذاً وسيكون نافذاً ولكن أنتظر شخصياً وعموم التونسي طريقة تنفيذ وتنزيل هذا الدستور على أرض الواقع وينتظر التونسي أيضاً عدم اللجوء إلى الإقصاء لأن الإقصاء عين منه لما جاءوا الإخوان في سنة 2011 أول ما بادروا به قاموا بإقصار رموز النظام السابق وكل من انتمى إلى حزب التجمع السابق فتم حله الحزب السابق ورينا التداعيات فيما بعد ورينا كيف تمكنت حركة الإخوان في غياب حزب يمكن يضاهيها كيف تمكنت يعني من التموقع في الساحة السياسية ومن أيضاً بالأخذ بأوصال الدولة وبفعلت ما فعلت حتى أن حزب ندى تونس برئاسة المرحوم الباجي قايد السبسي تمكنت من إضعافه والتغلغ لصلبه إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه حالياً نعم لكن النهضة والأخوان ليسوا مدرجين في فكرة يعني عدم الإقصاء يعني لأنه يعني بشكل مختلف هناك فجوة عداء أو هناك يعني تصفية حسابات بشكل أخر بين الشعب نفسه وبين هذه الأحزاب وبين النهضة والأخوان في تونس استناداً على عشرية سوداء كما أشرت مرت في تونس يعني أستاذ إبراهيم لا فعلاً هو شوف حركة النهضة أنا في اعتقادي لن تجد نفسها في الساحة السياسية كما كانت عليه ذلك من قبل حركة النهضة لأننا شفنا هناك انشقاقات وهناك حزب جديد يقوده أحد قيادي حركة النهضة السيد عبدالطيف المكي ويبدو أن عديد الأطراف والأنصار اللي كانوا من حول الرجل الغنوشي سيلتفون حول عبدالطيف المكي ثم أننا لا ننسى أن عديد الأنصار من اللي كانوا منتمين إلى حركة النهضة هم اليوم أصبحوا أنصار قيس سعيد ثم لا ننسى أيضاً أن حتى هنالك من أعضاء اللي كانوا في حزب التجمع الدستور الديمقراطي الحزب الحاكم قبل سنة 2011 انضموا أيضاً أصبحوا من أنصار قيس سعيد شوف الأحزاب عليها أن تعمل وأن تجد وأن تكد وأن تبدع عن المناكفات وأن تسعى بدورها إلى تقديم بدائل وحلول تمكن البلاد من الخروج من الأزمة رحل الأزمة في تونس ليست أزمة سياسية في حزب هي أزمة اقتصادية خانقة هناك هناك ضغوطات كبرى تمارس من الدول المانحة على قيس سعيد رأساً وتنتقد المصار الذي انتهجوا وتنادي دائماً بتوسيع الشراكة مع بقية أطراف المجتمع شفنا أيضاً أن هناك نوع من التهميش لكبرى المنظمات في مقدمتها الاتحاد العام تونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ولكن زاد على هذه المنظمات تلعب دورها كما كانت تلعبه في السابق سواء في الفترة العشرة سنوات الأخيرة أو حتى ما قبل العشرة سنوات الأخيرة في كل الأحوال تونس تعيش زمن سياسي جديد لأن الأزمنة السياسية لا تبدأ إلا بدستير جديدة وبالتالي هناك دستور جديد هناك زمن سياسي جديد سوز إبراهيم الوسلاتي شكراً جزيلاً لك بعد الفصل إلى عنوان جديد بعد ترشيح السوداني ضغوط داخل البيت الكردي لحل عقدة منصب رئيس الجمهورية هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصل؟ قضية ستاح متاح ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى مش هنقدر نتالي أتمر هذه الكلمة مرور الكرام إيران فيها مشاكل عدة وعنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين نار الميليشيات ونار داعش نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان أنا شائر ديدي شائر أنا كل شائر أعصوري اليوم من أموال البنبان هو قمع الهرية الشعب السوداني والصورة مستمرة ترجمة نانسي قنقر 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 عراقيا هذه المرة وفيما تترقب الأوساط العراقية موقف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر من ترشيح القوى الشعية من حلفاء إيران لمحمد شيع السوداني لمنصب رئيس الوزراء رحب الحزب الوطني الكردستاني وبحرارة بالترشيح وعرب المكتب السياسي للحزب في بيان عن أمله في أن تسرع تسمية السوداني من عملية استكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة أما الحزب الديمقراطي الكردي فقد عبر النائب عن الحزب ماجد شانكالي في تصريحات للحدث عن تحفظ الديمقراطي الكردي على ألية التسمية مشيرا إلى أن توافق الإطار على مرشح رئاسة الوزراء يعد عامل ضغط على الكرد ليصل إلى توافق على المرشح الرئاسي مضيفا أن بعض الأطراف الخاصة في الإطار لا ترغب بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح صحيح اليوم أن الإطار التنسيقي داعم الاتحاد الوطني بمجمله كحزب ولكن أكثر من نصفه لا يدعم ترشيح برهم صالح لولاية ثانية هم يريدون أن يكون هناك توافق كردي أو اتفاق كردي على مرشح آخر لذلك الطرف طرف من الإطار التنسيقي وليس كل الأطراف يريدون أن يتفق الكرد على مرشح آخر غير برهم صالح لذلك أعتقد خلال الساعات المقبلة الأيام المقبلة ستكثف الحوارات كثيرا بين الإطار والأطراف الأخرى وبين المكون الكردي للوصول إلى نوع من التفاهم معي مرسلنا في أربيل أحمد الحمداني أحمد أهلا بك أحمد يقولون تحريك سياسي في بغداد ينعكس تحريكا سياسيا في أربيل وبالتالي محمد شيع السوداني وترشحه كيف حرك الركود السياسي عندك في أربيل محمود طبعا الركود السياسي تحرك قبل أن يعلن عن اسم محمد شيع السوداني وكانت هناك منذ قرابة الشهر اجتماعات متبادلة واللقاءات وزيارات وطبعا مباحثات ما بين الحزبين الرئيسيين الكرديين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وصحيح أنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى أي اتفاق بموضوع تسمية مرشح واحد وكل منهم متمسك بمرشعه لمنصب الرئاسة إلا أن يبدو أن الإطار التنسيقي أراد أن يحرج الديموقراطي الكردستاني بهذا الأمر حسب ما قرأوا بعض هنا بتسمية محمد شيع السوداني وأنه ربما لن يكون الاسم الأخير ولكن الديموقراطي الكردستاني متمسك بمرشعه ريبر أحمد وبالمقابل الاتحاد متمسك ببرهم صالح واليوم كان هناك مبادرة ومقترح ودعوة من الحزب الديموقراطي الكردستاني الحزب الأول في كردستان إلى شريك الاتحاد إلى أن يكون هناك مباحثات لاختيار رئيس الجمهورية عبر تحت قبة برلمان إقليم كردستان ومشاركة كل الأحزاب الكردية الأمر الذي لم يتلقى رد من الاتحاد الوطني حتى الآن أحمد التحالفات السياسية الكردية مع الإطار التنسيقي أو الكردية مع أطراف سياسية أخرى يعني لو توضحها للمشاهد الكريم لأنه من خلال هذه التحالفات يمكن أن يحسم الاسم طبعا منذ البداية وحتى قبل الانتخابات السليمانية التي هي مركز أو التي تعتبر نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني هي طبعا مع بغداد ومع الأحزاب الشيعية الموجودة ببغداد منها الإطار التنسيقي وما أن انتهت الانتخابات حتى كان هناك مباحثات وتقاربات أكثر ما بين السليمانية وبغداد والديمقراطي الكردستان الذي ذهب إلى تحالفه مع السيادة ومقتدى الصدر قبل انسحابه وكون الكتلة الأكبر ولكنه تفاجأ ولكن هناك أمر مهم ربما جدير بالذكر أن نذكره وأنه السليمانية التي هي معقل الاتحاد الوطني الكردستاني هناك من يقول ما أن تتنازل عن منصب رئيس الجمهورية حتى يتشضى الاتحاد الوطني أكثر من التشضي الذي حدث قبل الانتخابات أو قبل الانتخابات القبل الأخيرة 2018 وبالتالي هم يراهنون على تماسك الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية الأمر الذي استفز شريكه الديمقراطي الذي يريد أن يكون رئيس الجمهورية قوي يحمي الدستور بعيد عن مداهنات بعيد عن المجاملات وبالتالي لا يجامل على مصلحة العراق والكرد في تنفيذ الدستور وحماية سيادة العراق وهذا ما يقوله الديمقراطي الكردستاني أحمد الحمداني أنت أحمد تذكر أنه كانت هناك يعني توافقات كردية نموذج جلال طلباني وهوشير زباري يعني حزب منه رئيس وحزب منه وزير خارجية مثلا يعني ما الذي عكر صفه هذه التوافقات لماذا يعني ما عادت مستمرة يعني سؤال مهم حمود ما أن توفي المام جلال الرئيس الراحل المام جلال الرئيس العراقي حتى قال شريكه الديمقراطي أن المنصب رئيس الجمهورية للكرد وليس لحزب كون أن الديمقراطي الكردستاني في أربيل يعتقد أن مام جلال طلباني الراحل رحمه الله طبعا كان يدافع عن الدستور العراقي ويحمي كل المكونات العراقية بدون استثناء من بينهم الكرد إلا أن خليفته من بعده الرؤساء من حزب طلباني لم يكنوا من بنفس أداء الرئيس الراحل جلال طلباني مما ازدادت المشكلات ما بين بغداد وأربيل وتحريك هذه المشكلات بالكاد تكون من طهران ومن الحرس التوري الإيراني وبالتالي لا يكون هناك دفاع عن أربيل ومصالح الأقليات والمكونات العراقية من قبل رئيس الجمهورية هذا ما يعتقده الديمقراطي الكردستان بالتالي يريد رئيس كجلال طلباني لا يعترض على برام صالح كشخص لكن يريد أداء كذا أداء مام جلال طلباني الذي كان في ولايتين أو أكثر من ولايتين طبعا وكان قد أدى دورا لم يكن هناك أي مؤشر من كل المكونات الشعب العراقي بكل أطيافهم طبعا من بينهم الكرد شكرك أحمد الحمداني مرسلنا في أربيل شكرا جزيلا لك المشكلة في العراق كما يقول البعض لا تنتهي بالترشيح وإنما أحيانا تبدأ بالترشيح الاسم لأن الاسم نفسه يكون عليه اختلافات كبيرة هنا رشح الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية بعد أن انسحب مرشح الفتح قاسم الأعراجي من السباق الرجلان هم أبرز وجوه الصف الثاني في الإطار التنسيقي لكن تسمية الإطار التنسيقي للسوداني لا تعني أن الرجل أصبح رئيسا للوزراء هناك أطراف أخرى لا بد من موافقتها أبرز هذه الأطراف التيار الصدري الذي يرى السوداني هو العضو السابق لحزب الدعوة ومرشح اتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ومعروف موقف الصدر من المالكي وبالتالي معروف موقفه تجاه السوداني مصادر قريبة من التيار الصدري تقول أن الصدر قد يمنح محمد شياع السوداني فرصة لكن تغريدة على حساب وزير القائد المحسوب على زعيم التيار الصدري ربما تؤكد أن موقف الصدر من السوداني لم يتغير طبعا هذه صورة ساخرة يعني أيضا يرى الصدريون أن السوداني لم يقبل من الشارع في المرة الأورى التي رشح فيها حينما كانت هناك احتجاجات عام 2019 فلماذا يكون مقبولا من الشارع في هذه المرة الثانية كذلك هناك حسابات على منصات التواصل الاتماعي ألقت الضوء على عمل السوداني في حكومتي المالكي في عدة مناصب وزارية بينها منصب وزير المالية السوداني باعتباره مرشح الإطار فهو يحظى بمباركة إيرانية لكنه يحتاج لمباركات أخرى كردية باعتبار أن الرئيس هو من سيدعو البرلمان للتصويت على ترشحي وكذلك بطبيعة الحال قبول دولي وقبول أمريكي وقبول إقليمي عربي أيضا في هذا الموضوع سأناقش كل هذه التفاصيل مع ضيفي من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشماري دكتور إحسان أهلا بك يعني المشكلة لا تنتهي بالترشيح لكن ثمة مشاكل تبدأ بالترشيح وهو الشخصية والاسم محمد شيع السوداني القريب بعض الشيء من المالكي إلى أي حد يمكن أن يخلق مشاكل جديدة مع كل الأطراف شكرا على الاستضافة يعني أنت شرط إلى ملامح الأطراف التي يمكن أن تكون عائقا أمام محمد الشيعة السوداني لتشكيل حكومتها ولها موقف التيار الصدري بالتحديد وهذا قد يكون أهم التحديات أمام شخصه يعني كمرشح لمنصب رئيس الوزراء وأيضا الإطار التنسيقي الذي يحاول إثبات قوته بأن لديه القدرة على تشكيل الحكومة القادمة يعني قد تكون المواقف التي صدرت أو الإشارات يعني هي ليست مواقفها الإشارات التي صدرت هي رسائل مرنة بالتحديد من قبل زعيم التيار الصدري على اعتبار أن المنصات الموثوقة في عكس مواقف ليست صريحة قد دفعت بهذه الرسائل المرنة من أن هناك إمكانية لرفض هذا الترشيح هذا أولا الأمر الآخر يعني حتى في داخل الإطار التنسيقي على الرغم أن البيان للإطار التنسيقي كان مرحبا على اعتبار أنه تجاوز الأزمة الداخلية التي يعيشها الإطار التنسيقي لكن إذا ما حللنا طبيعة المواقف ما قبل الترشيح بالتحديد حزب الدعوة بجناحيه نعم حزب الدعوة بجناحيه القانون والنصر يعني كان يدفع باتجاه الإعبادي من جهة وأيضا طارق نجم من جهة أخرى على حساب يعني محمد الشياع السوداني مرشح عصائب أهل الحق هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا إذا ما نظرنا إلى الفتح الفتح كان يرشح قاسم الأعرجي بالإضافة إلى عبد الحسين عبطان هذين الإسمين طبعا بالإضافة إلى قضية تيار الحكمة هو أعلن عدم مشاركته وهذا قد يعطينا مؤشر ليس لرفض شخص محمد الشياع السوداني لكن بالنهاية قد يرفض طبيعة الاختيار بالتحديد على اعتبار أنه محسوب على حساب جهة أخرى هذه كلها معوقات ولا بد مرة أخرى العودة إلى السيناريو العام 2019 بالتحديد عفوا عشرين حينما تم رفض محمد توفيق علاوي أيضا اعتذار عدنان الزرفي هذه جميعا قد تكون معقوة طبعا بالإضافة إلى المصد الثالث الذي بدأ منذ ما يقارب الثلاثين ساعة الماضية هم قوى الشارع يعني نتحدث عن حراك تشرين بالتحديد هذه كلها تحديات يمكن أن تخلق أجواء غير إيجابية هل سيتجاوز السيد محمد الشياع السوداني كل هذه التحديات عفوا أنا أعتقد هو بحاجة إلى مقاربة مقاربة إرضاء ومقاربة برامج ومقاربة اقتراب غير مباشر هذه جميعا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار من قبل المرشح هل سيتجاوز أنا أعتقد أنه لا تزال تحديات كبيرة أمامه طب دكتور إحسان اسمحني نأخذ نقطة نقطة لأنك أشرت إلى نقاط شديدة الأهمية خلينا نركز لضيق الوقت على عاملين ربما يكونوا حاسمين جدا وهم فعلا في اختيار الرجل الصدريون والشارع الشارع رفضوا قبل ذلك لو تتذكر حينما ترح هذا الاسم وبالتالي الصدريون يقول الصدريون انسحبوا من حل السياسية كيف يكونوا مؤثرين مثلا يعني أرجو أن توضح لنا هذه النقطة أنا أعرض عليك بعض الردود التي قيلت حينما قالوا هل يقبل الصدريون أو لا يقبلوا الصدريون بالنهاية قوتهم السياسية في الشارع يعني أكثر ما هو قوتهم من خلال ناحية الرقمية هم تفوقوا يعني رقميا تفوقوا وهم ليسوا طرفا خاسرا في الانتخابات يعني انسحاب الفائز لا تعني أنه غير مؤثر وجميع يدرك حتى الإطار القوى السنية السياسية حتى الكردية يدركون بأن رأي زعيم التيار الصدري هو القوة الكاملة لتياره السياسي وأيضا بالنسبة لأتباعه ومن ثم إذا ما صدر موقف رسمي ونهائي من قبل السيد مقتدر الصدري فبالنهاية يعني سلبا أو إجابا تجاه المرشح أنا أعتقد هو هذه القوة يعني أما ضوء أحمر أو ضوء أخضر للمرشح الجديد قوته بأنه تيارا عقائديا أكثر قدرة على مسك الشارع وامتلاك الشارع العراقي وبالتالي هنا تكمن القوة بالتحديد طبعا بالإضافة إلى قوى مدنية أخرى أيضا صعدت في العام 2019 على حساب القوى التقليدية قوى الشارع العراقي قوى تشرين الآن أيضا يحسب لها حساب على الرغم أن الإطار التنسيقي يعتقد بأن الشارع قوى تشرين لم يعد لها مساحة من التأثير لكن هي تتهيأ بمسارين مسار الشارع والمسار السياسي هي لا تدرك قوى الإطار لا تدرك بأن هذه القوة هو كامنة جدا قد تتفوق في بعض الأحيان حتى على التيار الصدري إذا ما ذهبت باتجاه يعني الاعتراض على الخارطة السياسية القادمة دكتور إحسان ناس شماني شكرا جزيلا لك دكتور إحسان بعد الفصل إلى أنوان جديد وفيه تسريب البحير سقطة أخرى للإخوان تكشف أسباب انقسام الجماعة وانهيارها اشتركوا في القناة لكنها تدفع ثمن كل ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وربما إلى أكثر إحداهما أو أحدهما في لندن والآخر في اسطنبول غير أن الهزيمة الأخلاقية للإخوان وانهيار منظومة القيم لديهم ربما كانت الهزيمة الأسوأ على الإطلاق فبعد نشوب صراع حاد على قيادة الجماعة فيما عرف بجبهتي لندن واسطنبول ظهرت تسريبات وراء أخرى تكشف أكذوبة تمسك الجماعة بالقيم والأخلاق بعدما تبدل الاتهامات بالعمالة لأجهزة مخابرات إقليمية ودولية وكذا بسرقة أموال التنظيم أحدث هذه التسريبات هو تسريب صوتي للقياد محمد البحيري هو من أهم الشخصيات الحركية في تنظيم الدولي للإخوان هذا التسريب سبب ارتباكا في صفوف جماعة الإخوان في المقطع الصوتي المتداول على منصات تواصل الإخوان السرية عاتب البحيري أشخاصا على استدراجهم له بدعوة زيارته ثم استفسارهم منه عن القيادة أمير بسام الذي يتهم البحيري ومحمود حسين بامتلاك الفيلل والشخاق والسيارات من أموال الجماعة والتي كانت مخصصة لرعاية الشباب الهارب في اسطنبول المجموعة التي زرت البحيري نشرت آراءه على منصات الإخوان السرية كما تحدثت عن تأييده لمحمود حسين وأنه يراه على صواب في خلافه مع إبراهيم منير وأنه يقف إلى جواره غير أن أخطر ما في المقطع الصوتي هو ذعر البحيري من أن نشر شهادته المكذوبة كما يدعي يعرض حياته وحياة أبنائه لخطر فادح وهو قائد له مكانته العالمية والتنظيمية فقد كان يوما من قيادات تنظيم عام 1965 وساهم في التخطيط لموجة من الاغتيالات هذه الحادثة ليست فريدة في مسيرة الإخوان في السنوات الماضية ما يكشف أن الانقسام الأخير ليس حادثا فرديا في تاريخ الجماعة وأن سقطت الإخوان التنظيمية والأخلاقية والسياسية عجلت من هيارهم سأناقش هذا الموضوع إلى أي حد يمكن أن يكون فارق في إضعاف أو في إنهاء هذا التنظيم مع الأستاذ ماهر فرغري الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة هو معي من القاهرة أستاذ ماهر أهلا بك هل ترى جديدا في تسريب البحيري لأن التنظيم متصدع ضعيف متشقق منقسم على نفسه حتى إبراهيم منير ومحمود حسين بينهما ما بينهما في هذا الأمر هل تسجيل البحيري أعطاك شيئا وأنت الملم بهذه الجماعة شيئا مختلفا هذه المرة تحيات للسيادتك والأستاذ المشاهدين أنا عاوز أقول في الأول لماذا كان هذا التسريب ما حدث أن مجموعة إبراهيم منير التي يطلق عليها إعلاميا مكتب لندن أو مجموعة لندن رغم أنها في الحقيقة ليست موجودة كلها في لندن هي موجودة في إسطنبول يعني المجموعات كلها المنقسمة في الإخوان هي مجموعات كلها في إسطنبول مع هذا الرموز الأساسية إبراهيم منير موجود في لندن وهو محمود اللي بياري فقط والبقين يتنقلون وموجودين أيضا في إسطنبول والدليل حتى أن محمد البحيري نفسه تم التسجيل له في إسطنبول ما جرى أن إبراهيم منير وهذه المجموعة قاموا بإعادة تشكيل مجلس الشورى كانت مجموعة محمود حسين تستند دائما طوال الوقت أن هي التي تتواصل مع إخوان الداخل وأن مجلس الشورى حكم ببطلان الانتخابات وأنه مجلس الشورى أقال إبراهيم منير أو يقرر إقالة إبراهيم منير هنا إبراهيم منير وجد أن اللائحة وموضوع الشورى هذا عائق كبير بالنسبة للمجموعات فبدأوا يشكلون مجلس الشورى جديد من 33 عضوا جديدا وكان منهم محمد البحيري هنا قامت مجموعة التي تقوم بإدارة سوشيال الإخوان المسلمين ومنهم إبراهيم فودا وإبراهيم فودا هذا مسؤول من ضمن مجموعة محمود حسين ومتعصب ومتطرف بشدة في موضوع محمود حسين وهو زميلين له بزيارة محمد البحيري وبعض قيادات مجموعة إبراهيم منير وسؤالهم سؤال واضح واحد ما رأيكم في محمود حسين فقط فبدأوا يتكلمون بسياسة يعني محمود حسين أخ فاضل وهو كذا كذا اقتطعوا هذه الأجزاء وقاموا بعمل منتير لها في تسجيل ونشرته مجموعة محمود حسين على نطاق واسع هذا أدى إلى مشكلات داخل مجموعة إبراهيم منير كيف أن محمد البحيري مثلا يؤيد محمود حسين كيف يدافع عن محمود حسين فهذا يدل لدلالات كثيرة جدا واحد سوء الأخلاق يعني لا أخلاق لا في هذه المجموعة ولا في هذه المجموعة الحديث عن موضوع الأموال يعني في موضوع أمير بسامي الذي تفضلت سيادتك وأتحدثت عنه نعم يعني طب هنا السؤال إلى أي حد يمكن صحيح ده شكل مجلس شورى وده شكل مجلس شورى والخلاف قائم منذ فترة طويلة جدا ولكن كيف سيؤدي هذا إلى إضعاف أي الجهات ستضعف أكثر منير أم محمود حسين كلاهما يكسر في عظم الآخر في الحقيقة محمود حسين يستند دائما طوال الوقت على اللائحة ويستند على أنه المتواصل الوحيد مع إخوان الداخل في مصر ويدعي زورا وبهتانا طوال الوقت أن لديه المكاتب الإدارية في مصر وهي 28 مكتب إداري كلها يعني أغلبها تابع له ويستطيع التواصل معها وهو يديرها من الخارج وهذا عبس في الحقيقة يعني لا توجد مكاتب إدارية لا يوجد عمل للإخوان منظم كل ما هناك هو بعض الجهود الفردية لبعض الأسر يعني دعم بعض الأسر للمساجين الإخوان يستند إبراهيم مونير على علاقاته بالتنظيم الدولي وعلى علاقاته بعبد الرحمن أبو دية المدبر الأول والممول الأول وصاحب كل القنوات الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين والمقيم في لندن أيضا وهو من أصل فلسطيني وكلهما يستند إلى هذا لكن في الحقيقة الفريقين ضعاف الفريقين في حالة ضعف كبير جدا نعم وسؤال مهم الحقيقة فيما تعلق به يعني هذا التآكل الداخلي في الجماعة ماهر فرغلي أنا بشكرك سوز ماهر شكرا جزيلا لك وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الساعة لكن نقاشاتنا لم تنتهي سنترككم في استراحة قصيرة بعد هذه الاستراحة سنعود لنفتح ملفات مهمة كلها متعلقة بالشأن اليمني حتى هذه اللحظة لكم دايما في حالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر